الإيمان لا يتعارض أبداً مع المنطق السليم كثير من الناس بيتصوروا أنه لكي يؤمنوا عليهم أن ينحوا المنطق والعقل جانباً وأنا أعتقد أن هذا الفرض فرض خاطئ الإيمان يعطي لمعادلاتنا المنطقية بعداً جديداً ويضيف إليها عنصراً جديداً يجعل المعادلة مضبوطة وصحيحة مثلاً أن تنجب عجوز في التسعين هذا أمر ضد المنطق لكن لو أضفت للمعادلة أن هناك قدرة إلهية قادرة أن تعمل في الجهاز التناسلي للمرأة التي وصلت إلى التسعين من عمرها بحيث تسترجع إليها الهرمونات أصبحت ولادة إمرأة في التسعين من عمرها شيئاً منطقياً لكن المهم هل توجد هذه القوة القادرة أن تصحح هذا الجهاز وتعيد إليه نظاراته وشبابه؟ أن يأكل شعب من حوالي ثلاثة ملايين فرد طعاماً لمدة شهر لحماً في برية في صحراء جرداء أمر مستحيل منطقياً من المستحيل لكن إذا كانت هناك قوة خارقة تستطيع أن تجعل السحب وتجعل العواصف والرياح تحمل ملايين من طيور السلوى وتلقيها على هذه الصحراء أصبحت المعادلة منطقية ومقبولة أحبائي الإيمان لا يتعارض مع المنطق لأن الإيمان يدخل إلى معادلاتنا المعقدة وجود الله وإذا كان الله موجوداً بعظمته وحكمته ويتدخل في معادلات حياتنا أصبحت المعجزة محتملة والمعجزة وارد حدوثها ليس لأننا دهسنا المنطق أو تخلينا عنه لكن أضفنا إلى معادلاتنا المنطقية الإيمان بوجود الله وعندما يتدخل الله في معادلاتنا يصبح المستحيل ممكناً ويصبح غير المنطقي تبقى لمعادلاتنا منطقياً بعد أن أدخلنا الله في هذه المعادلة